في زيارة رئيس هذه اللجنة أي وزير التخطيط نور الدليمي إلى الناصرية وجد الرجل نفسه أمام حقيقة صادمة عبر عنها هذا المواطن نتابع اللي تتسوج الله أكبر حسوا بالناس حسوا معاناك الثوع كابرة تقفر عكم في الجذور والله والله العظيم تقفر عكموني ثوع كابرة إذا ضليتوا على نفس البطف وضليتوا على نفس الضوء إيه شبكتلون أبناء عليك شيد الوزير إيه شبكتلون أبناء عليك إيه شبكتل شجال الناس وديها جامعة وقلوا لنا وين يدرش في المقبرة بالفترحة خامسة ليش كل اللي تتلعوا الشباب يردون عمل يردون حفظ ما يرجوهم كل شي ما يردون يعني أجراءاتكم التبقيعية تخلي تاتين خلف طرصة العمل يجيش يتعدون أولادك تردونه ويجيش أولادكم تحيونهم السبارات المجارات والفترسريات الداعش أول مهدد للناصرية ماذا بأولادكم ماذا تحبوا أولادكم يستمر أولادنا اللي راحوا يستمر أولادنا اللي استشفدوا وأولادهم يجرسون في أكثر من أكثر وأولادنا استشفدوا ومنطول ده يستطاع ما فيك شين كل نتيجة ما فيك مسيحنا الفقر الشهيد تبطونا قطعة مع تسوار هذه السيارة مفاسد ومتشف تطورنا تطعي ديامات من القانون بيننا وبينكم أكون فرق شاسع فرق شاسع فين سمودنا ووطننا وإننا بتمنا دورنا وقدم سنتو بلدك الربعون وقدمتوا عن لدن والسيطبان تطور في المتهادية واحدة كل نتيجة بامتيازات ما نزل الله بها نسلطان